أقول لك بس ماية ليس بخمس ملايين بس ماية بس ماية الإيجار بها بالسنة أكثر من خمس ملايين أو أنت مأجر اللي بوجمع القادسية هاي المنطقة الراقية والبيوت الراقية مأجر بالسنة خمس ملايين هاي خمس ملايين بالمناسبة مال شايات مال مي مال جيكاير مالتكم هم تطلع أكثر زين شو تقول للأله شو تقول للمواطن العراقي بالانتخابات تقول لأنا خدمك آني إلك يا جماعة موهيشي والله موهيشي يعني هي ملفات الفساد ترى لا تقول لنا ذاك اليوم استجواب وزير المالية هو شار زيباري على عين وعلى رأسي وزير المالية من استجوابته وقبل وزير الدفاع أحسن السلام ظهرته هو يتابع السلام ثلاثة المشكلة وين المشكلة يا جماعة من استقبلتوهم من استجوابتوهم شو قلتوا لهم واحد يقول استجواب سياسي واحد يقول تسقيط يابع هل ستسقيط سياسي مو سياسي مخافة الله مخافة بنيادم هذا الاستجواب يحب العراق ما يحب العراق يرجي وقع على الموذي الصحة هاي احنا ما لنا علاقة بيها احنا لنا علاقة بشي واحد هذا فساد لو مو فساد يا جماعة بس قلوا لنا هذا فساد لو مو فساد لعد وزير يأجر بيت بمية وثمانين هو إلي مية وثمانين ما أدري مية وثمانين مليون إلي والحمايته والمسؤول حمايته شن القضية ويطلع عنا جماعة يقولون تسقيط سياسي احنا ما لنا علاقة بالمناسبة احنا ما لنا علاقة تسقيط سياسي مو تسقيط هذا مو موضوعنا احنا موضوعنا اكو يتشي لو لا خلينا نشوف النائب هيتام الجبوري ويا وزير المالية شون استجوابه بمبلغ سنوي مية وثمانين مليون دينار سنويا ولمسؤولي حراسات الوزارة الف وثلاثمين دولار شهريا وسكرتير اول في مكتبكم اللي اسمه قصي حميد مرعيد ومسؤول حمايتكم محمود محمد عباد بمبلغ تسعة واربعين الف وخمسمية وستين دولار تسعة واربعين مليون خمسمية وستين يعني معاقل المزير جنابك مأجر ومسؤول حمايتك مأجر وسكرتيرك مأجر ومسؤول الحماية مأجر مية وثمانين مليون الف وثلاثمية شهريا تسعة واربعين مليون المسؤول آخر أيضا من الحماية هاي ميزانية لو مو ميزانية ميزانية شنو هاي هاي مالمن هاي مو فلوسنا هاي مو استحقاقاتنا هاي مو مالكل موظف هاي المبالغ مو مالكل عاطل هاي المبالغ مو مالكل شهيد هاي المبالغ مو مالكل شاب الآن يقاتل داعش هاي مو مال المتقاعدين هاي مو مال الأساتذة هاي مو مال مفروض نجيب بيها أدوية وعلاج المرضانة من الأمراض المستعصية ليش ونحن قلنا لكم نحن ما لدينا علاقة الحمد لله والشكر لا تسقيس سياسي ولا حبا بهذا النائب وبغضا بذاك بس احنا حبا بالعراق هذا معقول لدي يصير أنتو ذبحت ونفسكم ذبحت ونفسكم فلان وزير فاسد وفلان وزير وهذا أقيل وذك استقال نحن ما لدينا ضربوا لنا 1300 دولار ضربوا لنا بـ 12 ما قد يطلع بلازح ما عليكم ضربوا لي زين أو 49 مليون أريد أشوف بس وزير المالية مية وثمانية وثمانين مليون و 1300 دولار في 12 بس لا تاهت عليهم ربعين 15 ألف و 600 ضربوا لها في أربع سنوات 15 ألف و 600 في أربع سنوات 15 ألف و 600 في أربع سنوات والمية وثمانية وثمانين مليون أيضا في أربع سنوات هذه أربعة في ثمانية وثلاثين 62 ألف و 400 دولار يعني ما أعرف هذا الرقم صاعد نازل يقول زملائي 62 يارتبكوا دي يحسبون ما يعني حاسبات ومظاهروا انضربت زين إيه 188 في أربع سنوات جيد في أربعة 750 مليون تفضلوا 752 مليون إيجار بيت لمدة أربع سنوات والآخر 62 ألف دولار وأربعمية هذا الإيجار والآخر يعني يعني ما أقولكم يعني حتى يقول لك أكل بنصاف يعني بس أقول لك هاي أكل بنصاف هو هذا أكلكم بنصاف وذا ريد طبعا بالمناسبة يعني نحن وقت البرنامج في الوقت ساعة مخصص هذا لو نريد نستعرض به ونطلع كل التصريحات والمسؤولين شي يقولون وشي يحشون على العقارات وعلى إيجارات وعلى الفرهود وعلى الأراضي اللي ما أخذيها يعني يمكن ما أعرف يمكن كل مواطن عراقي يسكن يسكن فيلا زين هسي أخواني طبعا كامرة النهار عراق نزلت الشارع العراقي واستعرضت آراء المواطنين حول ملف فساد عقارات الدولة نتابع سوية نحن وأنتم أهلا وسلم بكم أحبة المشاهدين واستطلاعنا لبرنامج ملفات اليوم رح نتناول أنه العقارات اللي مسيطرها عليها أغلب المسؤولين اللي بالدولة أحبة المشاهدين ابقوا يانا نشوف أراء المواطنين تابعونا طالما أكو شبهات فساد تنتاب المسؤولين ورؤساء الكتل السياسية المتنفذة في الدولة في شبهات فساد في تسجيل عقارات الدولة سواء من المسلمين أو من المسيحيين وإجبارهم على مغادرة البلاد وتسجيل أملاكهم بأسماء مسؤولين متنفذين في الدولة بالنسبة للعقارات البلاد يعني هذا يعني ملينا من هذا الموضوع بصراحة لأنه المسؤولين أغضوا عقارات أغضوا عقارات والناس اللي عدها مثل ما يقول نفوذ زيان تتأخذ هاي القاع ويحوطون هاي القاع ويعرفوه كل زيان يعني وما مو يعني غريبة عليهم وأكو مواطنين مترى بهذا البلد ما عدهم بالنسبة أنه نحن كمواطنين نحن ناس فقرة يعني نحن مشتقان لله أخي العزيز هذا الشي كلش طبيعي طبيعي لأن الحكومة كل همها أنه تجمع فلوس كل همها أنه تسرق المواطن كل همها أنه تمتزهم الفقير الحكومة هي وقوانينها ضد المواطن المفروض الحكومة هم موظفين يعني للناس الحكومة هم المفروض اللي يسهلون يعني أمر الناس الحكومة هي اللي يتوفر للناس يتوفر للفقير تحمي الفقير بالعكس هس القانون هو الحماية المسؤول زيان وضد الفقير يعني كل القوانين تطبق تطبق على الفقير بس لكن لكن اللي عنده سلطة والمسؤول ما تتطبق عليه عقارات الدولة كلها بيد المسؤولين المسؤولين كل مسؤول هنا عنده بيت وثلاثة وعشرة وكلها مساحات هاي الجادرية غيرها هاي المناطق كلها بيد المسؤولين حتى القصور الرئاسية القديمة هم تباوع قصر قاعد بي فلان قصر قاعد بي فلان كل شي بيد المسؤول العراق صاير عبارة عن كرة بملعب المسؤولين واحنا المواطنين متفرجين يمتصون بدماءنا واحنا متفرجين يعني 70% إذا مو أكثر من الشعب العراقي متر ما عنده في هذا البلد حقيقة هو بعد تغيير النظام السابق العديد من الأحزاب والشخصيات السياسية المتنفذة استولت على عقارات الدولة أقامت فيها مقارات حزبية مواقع سكن كبيرة المشكلة هي ليس بالرقعة الجغرافية المحدودة مناطق كاملة أخذوها يعني أكثر من عقار أكثر من منطقة أغلقت بسببهم والمواطن يعني للأسف الشديد يعاني من مسألة أزمة السكن لا الدولة داعمت بتوزيع أراضي ولا بتوفير شقق سكنية أحبة المشاهدين شفنا رائع المواطنين حول موضوعنا شكرا لكم لبرنامج ملفات وسام الهاشم هاي ونامن تحشين يعني واحد حقيقة يصيب الإحباط ويصيب الألم من هذا رأي المواطن العراقي الأحزاب يعني استوليتوا على نص بغداد هي مو بس بغداد بغداد والمحافظات استوليتوا على نسخة وقعدتوا بيها هاي البيوت القصور قعدتوا بيها الأراضي أخدتوها يعني ماعرف يعني واحد وين يطوجه وين يحشي أموما إحنا كنا نطلب نطلب من السادة المسؤولين يعني من الفخامة رئيس الجمهورية من يعني دولة رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي من كل نوابنا اللي عندهم غيرة على البلد وقلبهم محترق على العراق من كل مسؤول هذا الملف المفروض ينفتحه بقوة وبيإصرار لنرى أنتوا يعني ضفاف الأنهر اللي صارت مطاعم المن وشلون وبيش تأجرت وبيش نباعت ومنستولى عليها ومنؤخذها قاعدة تنفتح مطاعم ضخمة 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 جدا بأسعار يعني ما يطبولها غير بس هم المتمكنين الأمور هم زينة وهذا المواطن الفقير البسيط ما قدرنا يعني نسوي له مدينة مترفة إلى والعيال الآن سمو مدينة عمي نبعد عن المدينة ما قدرنا نبني له شقة ممكن يعني يتكرم بيها ويقعد بيها المواطن العراقي معزز مكرم صدعتوا رؤوسنا يا مسؤولين يا عراقيين صدعتوا رؤوسنا وحقيقة بكل ألم نحشيها من تطلعون بشاشات التلفزيون تتفاخرون وتتبارون عندما تقولون بيوت واطئة الكلفة للمواطنين ذو الدخل المحدود واطئة الكلفة ليش واطئة الكلفة ومن أردأ النوعيات تتخلوها أردأ النوعيات تسوون بيها بيوت واطئة الكلفة وبدون خجر تحكوها تقولون بيوت واطئة الكلفة للفقراء يعني إلا يعني إلا هي تعريه يعني ما أدري يعني أنت ليش تريد تعري ليش تريد الذل ليش ما تقول نبني بيوت محترمة للمواطنين العراقيين أصحاب الدخل المحدود ليش التسميات هذه واطئة الكلفة للمحتاجين للفقراء وكأنه قدية وكأنه متفضل علينا قاعد تبني بيوت قاعد تبنون بيوت وعقارات أنتوا لبيوت لشركاتكم الحديد من شركاتكم الطابوق من شركاتكم الفلوس لكم وأصلا نوعيات رديئة جدا وحقيقة يعني بناء فعلا غير محترم وبناء غير متين وما على أي أساس هذا دي تسوينا زين أنتوا قلتوا أنه تشكيل لجان نسأل كل المسؤولين اللي طلعوا وتحدثوا أي لجان احنا اليوم نريد نحشوية النائب هيثم الجبوري هيثم الجبوري احنا نريد نقوله بدكتور هيثم احنا ما علينا الصوتون تبقونا تطلعونا مو هاي مشكلتنا احنا مشكلتنا يا أخي لرقام هذه والوثاق اللي عندك أخواننا الأكراد الحزب الكردستاني رحم ماليكم أنتوا تدافعون عن الوزير هو شار زيباري من حقكم وزيركم وكردي وتدافعون عنه بس قلونا فلوسنا هذي صحيحة مأجر بمئة واثمانية واثمانية صحيح يعني هذا الموضوع على صحة مأجر بمئة واثمانية عمي لا تقيلونا بقوا بس قلونا صحيح إذا تقيلونا يعني البرلمان من يصوت إقالة الوزير هذا المال وين راح يروح يحشوننا شلون راح ترجع الفلوس لو سوء إدارة سببت بهدر المال سوء إدارة سببت بهدر المال هذا هو هذا اللي هذا اللي يقلقكم هذا اللي يقلقكم يعني نعزل الوزير وكل المبالغ هذه تروح باعا منثورها سوء إدارة وكان بمنصب بصلاحية يصرف هاي المبالغ هل ستتقول لي هواية ربما ما واحد يقول لي يقول لي انت تقول لي هواية خلاص تخت بعقلي أجرب هذا يعني ماكو ثقف ماكو ثقف يوقف عند المسؤول كل شيء إلى مباح الميزانية مع الوزارة مباحة إلى مثلا أنا ما رجأ أقول بقية الحديث اللي دار موضوعي موضوعي عقارات الدولة موضوعي أملاك الدولة والراحت موضوعنا ليش المسؤول يبيح النفس ويبيح المواطن العراقي سبعمائة متر ستمائة متر تشتريها بستة آلاف دينار يا مسؤول ستمائة متر بستة آلاف دينار بمنطقة راقية جدا بالإعطاها فيها زينا هاي من رجعنا ياها من يجي يقول لي تعال يا مسؤول هاي القاعدة أخذتها أولا ترجع للدولة والمبلغ الدفعتها ما يرجعلك لأنه أنت استغلت صفة أنت استغلت صفة مو من حقك تتلعب بقوة المواطن العراقي هاي المفروض للمواطنين إذا رد نحسب الأراضي اللي موزعيها بالعطيفية ستمية بستمية 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 أربع قيعان على ستمية يعني هاي ألف ومئتين بألف ومئتين ألفين واربعمائة متر ألفين واربعمائة متر أشقد أقدر أبن عليها وأسكن بها حوائل عراقية كل شيء بس أنتوا الله يسلمكم لا ما تريدون هذا الموضوع تريدون هاي المناطق الزينة لكم ليش المواطن العراقي تقولوله من يقدم على قاعد تقولوله ما سقط راسك تقولوله أرجع المسقط راسك ما سقط راسك يقول لك بغداد يقول لا ما عدنا ببغداد محافظات بالمناسبة هذه من فترة كلش طويلة يا تحشي وقل لك للمحافظات زين أبو المحافظة يقول لك هاي لبناء المحافظة زين ويوزعون يوزعون يوزعون في الأراضي بالمحافظات ومملاحقين والمسؤولين العراقيين هنا أيضا يوزعون بالأراضي بس لهم لهم يوزعون لهم يوزعون يأخذون الأراضي الزينة يأخذون الأراضي المحترمة يأخذون الأراضي بفرس ونص والله العظيم ما تصير لو أكم مسؤول الآن لو أكم مسؤول يحاسب المفروض يرجع كل ذن الأراضي التي توزعت بكل الحكومات على أي أساس وزير إلى قطعة أرض وأنا مواطن العراقي موظف أربعين سنة ما عند قطعة أرض ليش الوزير أربع سنوات يطون أحسن قاع والموظف العراقي أربعين سنة ما عند قاع ليش مو هذا فساد هو هذا الفساد ستقولي هو هذا الفساد يا جماعة الخير ترى هو هذا الفساد الفساد منطقة بأكملها في وسط بغداد سميتوه باسمكم أخذتوها لكم ولا مواطن العراقي إلى بيه والإلى بيها طلعتوه المواطن العراقي العلة بيها طلعتوه اشتريتوه من عنده فرس ونص ما رد أقول تهديد وتخويف لا اشتريتوه من عنده فرس ونص وانتختوها وبكل مكان بالعراق وين ما تروح والله بكل مكان بالعراق وين ما تروح مصايف صارت بسماء مسؤولين مصايف مصايف ومو بس هاي مبروك عليكم عندنا ملف ممكن نستعرضه بالأيام القادمة ملف عقاراتكم بالخارج عماراتكم فلالكم أطنانكم بالخارج الأراضي المساحات الزراعية اللي أخدتوها بالخارج على مدى تنمون اقتصاد البرة واقتصاد الداخل وبفلوسنا هاي أموالنا اللي أخدتوها انتو مثل ما قريتوا قوانين وسنيتوا قوانين رواتبكم الفلكية اللي ما نعرف تحت أي قانون أي ذريعة شن النسبة والتناسبة هاي خاف ذكرتوني بهذا الموضوع هاي خاف مثل نسبة مجلس النواب اللي شوية شوية يسعد صار 328 دورة اللقاء الله أعلم إيش قد ممكن يصير لأن يقول لك على عدد النفوس فأنتو ظاهر هذا هذا النظام ما الانتخابي ما ال كل نائب مئة ألف مواطن عراقي لكل نائب طبعا بالمناسبة أغلبكم أغلبكم محصلين أغلبكم يعني إذا رجل نحسب مجلس النواب اللي محصلين خمسين ألف صوت وستين ألف صوت وثوانين ألف صوت وثلاثين ألف صوت ما أعد رجل قد يطلعون فالنسبة معينة بس المحصلين مئة واحد منتخبة منتخبت مرتب البيت هي المنتخبت وواحد الله أعرف واحد ولا واحد انتخبه حتى أخوته منتخبه همزين هذا مصاب هذا لو صارت شاء صورنا كارث المهم هاي رواتبكم جئت على نفوسي العراقي كل مئة ألف معيني إلى نائب فأنت شون حسبتوها بحيث أنه الوزير 12 مليون و8 مليون ونسمع هاي الأرقام والنواب والكذا والتقاعدات ما أعرف شون حسبتوها ضمن أي قانون ضمن أي منهجية على يا نظام أخدتوا مثلا نسبة راتب الرئيس الأمريكي هم فهمونه أخدتوا راتب الرئيس المصري ما أعرف هسا غير إحنا كون نشبه العالم غير نجيب العالم ونشوف راتب الرئيس الروسي بوتينش قيد نشوف أوباماش قيد نشوف السيسي أو على ضوء ننزل هذه نسوى رواتب زين مو هاي نخليها ونشتغل عليها أنتو بكيفكم سويتوها بكيفكم معرف من قطعكم هذا الحق ما ندري عموما تبقى هاي معاناة المواطن العراقي أو تبقى غصة بقلب المواطن العراقي زميل السلام أتمنى أنه مسألة الإيجارات مع النائب هيتم الجبوري اللي يحشي به عن الوزير المالية هو شارز يباري تهيئونا يا تهيئونا يا على مدن شاهدة أريد نختم به الحلقة أريد نختم به الحلقة يعني دعوة لكل مسؤول عراقي دعوة للسلطات القضائية دعوة إلى مجلس الوزراء الموقر دعوة إلى رئاسة الجمهورية دعوة إلى البرلمان العراقي المحترم أخواني من نقول أريد نقضي على الفساد المفروض أن حاسب أنفسنا أولا شخدتوا من العراق من أراضي من عقارات من أراضي سجلتوها بس ما أقاربكم ونسبانكم ومعارفكم هاي المفروض كلها ترجع المسؤول العراقي لو تطيبية وتقعدة وما يصير يأخذ أي قطعة أرض أخرى لو يأخذ القاع وترجعون القصور يأخذ القاع ما يخال بس يرجعون القصور ويأخذها مو كيفة بهذه الفلوس يأخذها بالسعر الموجود الآن بالدولة ليش يشقق تسعروها مال الدولة بمئة وخمسة وثلاثين وبمئة وثمانية وعشرين وبمئة وسبعين مليون اللي هي مئة متر أو قاع ستمية وسبعمية متر تشترونه بستة آلاف بستة ملايين مدرسة آلاف والله تاهت علينا الحزب يا السلام هسه خلي نعيد النائب هيتام الجبوري هذه الأرقام احنا حقيقة مسببتنا مشكلة العالم كل دايخ انه تحالفات تصير يقيلون الوزير لو ما يقيلوا احنا مو هذا ليهمنا مو ليهمنا تقيلون الوزير لو ما تقيلونه احنا ليهمنا هاي الفلوس المأجرين بيها إلها صحة إلها صحة رجعونا إياها قلننشوف هيتام الجبوري النائب يقول عليه الشار مبلغ سنوي 188 مليون دينار سنويا ولمسؤولي حراسات الوزارة 1300 دولار شهريا وسكرتير أول في مكتبكم اللي اسمه قصي حميد مرعيد ومسؤول حمايتكم محمود محمد عباد بمبلغ 49.560 دولار 49.560 يعني معاهي الوزير جنابك مأجر ومسؤول حمايتك مأجر وسكرتير مأجر ومسؤول الحماية مأجر هو مأجر السكرتير الأول مأجر الحمايات مأجرين المدرب النثار المأجر نحن مثل ما قلنا لكم اللي يهمنا يا ذولة رئيس البزراء الأستاذ حيدر العبادي الدكتور حيدر العبادي رئيس لجهة النزاهة رئيس القضاء الأستاذ متحة المحمود سيد رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري سيد رئيس الجمهورية الأستاذ فؤاد معصوم نترجاكم أن تدخلون بشكل خاص نحن نقول لكم ما يهمنا ما يهمنا تبقونا تقيلونا مو هذا موضوعنا موضوعنا أنه هاي الأرقام الفلكية ترجع لو ما ترجع هاي الأملاك مال الدولة ترجع لو ما ترجع شكرا جزيلا ونلتقيكم في ملف قادم إن شاء الله إلى اللقاء